إذن منذ خمسة أعوام تعقد المحادثات لحل الأزمة السورية سياسياً من غير أن تفضي إلى نتائج ملموسى فهل تنجح المفاوضات هذه المرة؟ كل حروب العالم انتهت بمحادثات فمفاوضات ثم معاهدات وغالباً ما أثرت المفاوضات في مجتمعات ودول وأحياناً رسمت حدودها من أبرز المعاهدات في العالم معاهدة باريس عام 1783 التي أدت إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية ومن بين تلك المعاهدات أيضاً معاهدة فيرساي في نهاية الحرب العالمية الأولى التي وقعت بعد ستة أشهر من التفاوض في جناب وللمرة الرابعة ينهمك المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا منذ ستة أيام في توفير أرضية صالحة للتفاوض بين أطراف الصراع السوري مع أنه هو نفسه لم يتوقع اختراقاً في هذه الجولة وقلنا له كيف يمكن الحديث مع أي أحد حول موضوع ما دون أن يكون مديناً للأرهاب حتى هذه اللحظة لم نجد شريكاً حقيقياً باحثاً عن السلام قد لا يشك أحد في توقع ديمستورا عدم تحقيق خرق فكلتا جهتي التفاوض تقف على طرفين قيد إلا أن ذلك ممكن وهنا يكمن سر التفاوض هلأ ممكن ياخدوا مواقف على جدوى الأعمال كمان بس في المضمون ما بتكون هاي يعني مثلاً شفنا وزير خارجية سوريا قال نحن ما رحين نحكي عن مرحلة انتقالية الوسيط الأممي عم بقول نحن رحين على نحكي على مضمون أرار 2254 هونيك شو قالوا رحين طرف المعارض قال نحن رحين نحكي بالمرحلة الانتقالية هلأ قوة الأرار اللي حكي عنه الوسيط هو في شيء من اتنين كل حدا شايف ما يقنعه أنه يروح واتنين هني بحاجة لأمم المتحدة لأنه كل حدا بحاول حافظ على مشروعيته بالمجتمع الدولي حتى الآن لا تفاوض في جناز بل إنما يحصل من اجتماعات قد يكون أقرب إلى وسطة ومحاولة توفيق بين الطرفين لتوفير أرضية صالحة وهو الطريق الذي تسلكه المفاوضات عادة المصالح ماذا يريد كل طرف لأنه هنا في فرق ما بين ما أعلن أنني أريده هو الموقف أما المصح هي ما يجب أن يتحقق لي مقارنة هالعملية التفاوضية لغيرها من عمليات التفاوضية اللي جرت يمكن عبر التاريخ هي كلها تتشابه إنما يمكن اعتبارها من الأصعب للمرة الرابعة تعقد اجتماعات في المدينة السويسرية فيما بات يعرف بجنيف أربعة لكن السؤال إلى كم جنيف تحتاج الأزمة السورية بعد للتوصل إلى الحل نعيم برجاوي قناة الجديد